السلام عليكم ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو سوف ندير معكم الكوغاكسيون السيجي الذي اقترحت عليكم وقلت انه يستطيع ان اتحط نهار الامتحان الجهوي وذلك سوف نشرح لكم ونعمل معكم البروديكسيون يجب ان يتواجدون الانتحان الجهوي ندوذ هذا لكي نذكركم بالسيجي ومن بعد سوف نريكم كيف ستكون المقدمة وماذا نضيف فيها بالضبط سوف نضيف الامتحان الجهوي نتمنى ان اذا انكم اتبعوا لكم اشتركوا على اصدقائكم ونشعروا فيديو مع اصدقائكم ونقوموا بقيتكم في المتعاصل في حالة التجارة أنه يمكنكم ان نصبح كثيرا في دائرة والأفكار ونشعروا معكم نبدأ على البركة الله السيجي الذي سوف نقوم بقيتها يعمل لك العبلاء من يتألي الغراء هكذا في مدينة الميزة لا تقدم figured out وهذا ما تم تحديد ما تم تفتح ومعنى رحلون كل هذه المواد jaką تريد أحبتهم في المت يقولون نتفت أن تقوم بمقرار أخوط يتعزل المسرحية في القصة المسرحية يقولون انت خلقين يمكنكم بمقرار العب لكي يحلوا المشاكل للحكم كيف شرحت لكم من المنطول هذا الفيديو يجب أن يضربوا على الحكم كل شيء يحكم بل سيكون يجب أن يكون مرتولة في الأخير الاخرى يموت هذا المستعلى للعنف ويجب أن يكون مطافره يموت تعتقد أن الركض على المتابعة هو الموين الأفكاس لتأكد أن يكون تظن أن الوجوء إلى العنف ويجب أن يكون مرتفع ويجب أن يكون مرتفع سألتك في هذه الموينة في تقديم المتابعة تقديم المتابعة ستجلب هذا السؤال ويجب أن يكون الأجوبة تكون عبارة عن حجج وهذا الحجج يجب أن تعززهم بشكل مثل قبل أن نبدأ نعرف أن البردكشن يوجد مقدمة عرض خاتم المقدمة قبل أن نقوم بها ويجب أن يكون نقوم بها لأن هناك ميزة ويجب أن تقديم أحد ويجب أن نقوم بها لا أعرف أي سؤال ويجب أن تقديم أعد ويجب أن تقديم أعد المقدمة على أفكاس ويجب أن يكون ويقرأ الموضوع في المقدمة رصافية ويقوم بكاتب فالعرض لا يقرأ الموضوع بالنسبة للعرض سيكون مقسم الجوج لأنه العلف وعندما نعرف ما هو حل المشاكل ونحن نعرف ما هو الأسباب و النتائج نبدأ على بركة الله نحن نحن نقوم بشكل كامل ونجد أيضا تمنح الموتفاسين لأن نستجل الكثير من الفيديوهات لأنه سيكون من الوقت الخاص نتمنى أن لا تكون مرحبا وكتركوا في التشجيع وكتركوا في التشجيع ونجد أي اقتراح ونحن نحاول أن نشاهده على مكسيم معكم بالنسبة للمشاهدة الفيديو الذي قمت بها وردتكم كيف تكتبوا بروديكسيو ايكي ومراحل الذي تتبع وردتكم لازيتها بالضبط سأتمنى انكم تشاهدون ونجدكم في التوشي الذي تطلع الفوكس سأتمنى انكم تشاهدون عادة جيو تشاهدوا معي هذا بروديكسيو ايكي سأتمنى انكم تشاهدون المربعات قبل ما نكتبوا بروديكسيو ايكي او غو مارك دون نوت خوصيتي تشاهدون الانسيكوريتي دو سالسي او غو مارك نلاحظوا ان في المجتمع دينا كينين عدة مشاكل اللي كتهدد الامن ديال المجتمع دو سالسي من بين هاد المشاكل هادو اللي كينين الظاهرة ديال العنف اللي هي الفيولانس من الان اذا ما هدرنا على الوثيب غندوزو باش ندير الديفينيسيو سالدغنية اتوين مانيه داجيغ سيكالك او لفير اجيغ كونتخصة فولانتي او منيشي لزون لافوكسي يعني العنف هو واحد طريقة كتتسعملاته باش كتتتتعنف الاخر او لك تتخليه هو مثلا يتصرف عكس الطبيعة دياله او تشي كامل بالسعمال ديال القوة هدرنا على الوثيب غندوزو باش ندير السؤال ماذا ؟ العنف هو وسيلة فعالة باش اننا ننحقوا واحد الهدف نقول وطرحوا سؤال ضروري قد تكتبوا بلو المغاير ضروري من السلم السؤال ديال علامة استفام يعني المقدمة حاولوك تعرف تضيع فيها مع تحل ديالوقت وان المقدمة تكون مزوينة ومضبوطة تعصر رأسك حتى تنشف حيث المقدمة هي التي تسمح لي مصحيح وكتفتح لي شيء يقرأ دوكستورة وكلمية على ما يحويش الى كان لا اعرف ما تصل لي دوك المعلومات اللي بغاوخ يكونوا ديزيغوا غير مشكلة احنا كنا كان خطوة سألنا من المقدمة هدرنا على الوثيب معرفنا اطرحنا السؤال سنضوزو دابا العرض قبل ما نضوزو العرض نقزو واحد ستاير ثاني عادة كان بدأو العرض ديالنا بالنسبة لعطيتكم نماديج انا في واحد الفيديو دخلوا البليس ستجدوا نماديج المقدمة سوف يعاونوكم كيف تبدأ العرض سوف ينفعوكم هذه المقدمة ستتقلم على شيء مقدمة تكون زوينة وتلصق معها لتاب وانت صوبتي مقدمة وعرفتي التعريف ديري ما عرفتيش ما تدريش المهم ما تخربق شيء تعريف بالنسبة لعرض نحن نقز نستر خلينا جوج ديال المربعات ونبدأ العرض ديالنا العرض سوف يقسم جوج ديال الفقرات الفقر الأول سوف يفعل لكوز الفيزيك العنف سوى جسدي سوى نفسي يعني عنده عدة أسباب ليس ضروري الواحد يضربك لكي تسمى ذلك عنف إنسان يستطيع أن يخبرك لكي تسمى عنف سوف نبدأ أول حجة أول أغضمه دائما نقطة وراها فاصلة حاولوا أنكم تفتحوا بلون مغير لكي تفتحوا الشيء المصحيح لكي تفتحوا بلون مغير لكي تفتحوا بلون مغير لكي تسمى عنف لكي تسمى عنف لكي تسمى عنف المثال هو المثال للأباء الذين يعقبوا أولادهم لكي يقرروا مثلا أب يشرح الولده لا يعرف شيئا هذا مثال لكي تسمى عنف حجة حجة تكون موالما ودائما سوف تكونوا غالين وطالعين في الزرقم وغالين ثلاثة من الزرقم يكون واحد يزيد في الزرقم نضع الحجة الثانية نقطة ثلاثة الفيولانس يكون موالا فاصلة للعنف وسيلة سهلة لكي تساعد المشكلة مثلا الأنستيطة الذين يقومون على المشكلة مثل الأستاذ الذين يقومون التعليم على العقاب مثلا لا يوجد في الزرقم على العقاب هذا المهم ثلاثة الزرقم الزرقم التعليم يقومون الزرقم هناك وهي مشكلة على المشكلة الزرقم LP لتعليم الثقافة الحوار غيبة غيبة وسط الأفراد المجتمع الخلاصة في الحجة الثلاثة قلنا في أن إنسان لا يعرف شيء وصول الفكرة وقنعك يعني الإنسان لا يكون عند التقافة الحوار وهذا التقافة الحوار يسبب الرئيس الانتشار الظاهرة العنف أريد أن نرى هذه التهم الذي نعمل فيه وهو دائما لا نقص إستار ولا أن نجد المربعة لأن العرض لا يجب أن نقص إستار لا نجد إستار لا نجد إستار فقط لا نقص إستار لا نقص إستار إذا أريد أن نجد فقرات في العرض لا نقص إستار أريد أن نبدأ فقرة جديدة لنجد المربعات كيف تشاهد يجب أن تشاهد أفضل الإنسان هذه الأسبابات تجعل تأثيرات على الفرد على الإنسان والمجتمع يجب أن نقص إستار على الإنسان على الإنسان على الإنسان هذا العنف يجب أن تأثير جسدية ونفسية على الشخص العنف أمام أغلب لا نقص إستار فقط لا نقص إستار في الأولا ونحن نقول العقوم الأولا ونستعمل هذه الأسئلة لكي نقول العقوم الثاني لن نكتر الأسئلة الثانية يكون تصوير مع الموضوع بالإضافة إلى أن الجسدي والنفسي يكون على الشخص المتعرفة يكون القره والصراعات يعني العلاقات التي يكون فيها الصراع مع الأفراد الموجيشنا هذا هو كم بفضل التعديم أولاك أصبح كما تجعلين وكما قالت لكم أحبب أن تجعلتم إصلاح القاضية وكما ستكون هذه القاضية جيدة وكما أتوقف في العرض لا يوجد مشكلة وإن أحسن تجعلها حتى الخاتمة بالنسبة للكونكلوزيون كيبقى لكم الاختيار باش بغير انتبداو اللي اعجبكم موهم انا ادرت هنا personalment جسي كونتر la violonce بسكي لي اناك تانوما انا شخصيا ضد العنف علاج كي تواواح التصرف لي وغير انساني سبباندان الديالوج الى كوميناك سيكون غاست الموياة اللي بلوس افكاس بو غيغل الان ومع ذلك كيبقى الحوار والتواصل هو وسيلة فعالة باش نحل واحد المشكل عندك مشكل مع واحد قلصوا اطابل تفشوا هضروا الموين تناقشوا واحد يقناء الاخر واني مشيت لجؤوا العنف الكيسيو اوفر تليقى لكم اختياري اي ما بغيت تدير اي سوكولة فيورنس اي السول فنومن يتوش لسيكوريت دون اخر سوسيتي قلت واش العنف فواش هو مثلا الظاهرة الوحيدة التي تهدد السلام والجمع ولكن انعقة ضواهر واحدين اخرين الناس اللي واصلوا الواحد نيفو وحدد تقدر تدير هاد سؤال هذا اللي ما بغيتوش ديرو وما تديروش ما غتنقص لكم حتى شي نقطة الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تنسوش خليوا لي قومونت وتقولوا لي اقتراحات ديلكم وما تبقلوش